تخيل فجأة ما عشي في الشارع في طريق معزول أو طريق فيه مساكن مثلا شاهد كنز قلبة صغيرة كذا فيها ذهب جوهرات ألماس خلينا نقول الدولارات ولو أني ما أذق بالدولار كثير ولكن شاهد كنز أشي لي يكون موقفك بسم الله الرحمن الرحيم كيف حالكم شباب معاكم جيمز ديزاينر طبعا هي ليست حلقة نعرض فيها لكم بكج أو نعطيكم فيها درس أنا حبيت هالشي حقيقة ولكن استوقفني حاجة حبيت أني أعرضها عليكم وأشوف رأيكم فيها أتوقع أني تكلمت عنها سابقا كثير ولكن للأسف بدأت تكرر بشكل مهول جدا يعني وخطير خصوصا بالأوينة الأخيرة مع أزمة أو الأزمة المالية اللي يمر فيها أغلب الناس خصوصا الدخل المحدود من فترة وأنا طالع من الدوام ألاحظ في واحدة جالسة إيا وبنتها إيا وحفيدها يعني المهم يمها طفلة هذا الطفلة جالسة بشكل مكسور الخاطر ما في أحد يرعاهم ما في أحد يعتني فيهم ما في أحد يقول لهم أي شي اللي عندكم المؤسف إنهم ما يمدون يدهم يعني تعرف يعني لو كانوا يمدون يدهم نقول أوكي يعني ممكن لها حلين إما إنهم يتسولون فعلا وهم قدرين على إنهم يعيشون حياة كريمة أو محتاجين ولكنهم ما يمدون يدهم هم جلسين على زاوية الشارع وعندهم شاي وقهوة وبسكوت حاجة بسيطة يعني أنا أول ما استوقفني هالموضوع لأكثر من يوم أمر عليهم على نفس الحالة طبعا قبل أمس حبت أني أشتري من عندهم رح أعرض لكم الفيديو ولكن ما رح أعرض لكم الأوجه أو الصوت احتراما لهم يعني فكلمتهم وكلمت المرأة الكبيرة من صوتها كبيرة يعني يعني أتوقع أنها فوق الخمسين والبنت اللي معاها أقل من ثمان سنوات أو أقل يعني فوضعهم سيء جدا يعني فسألتها كم القهوة قالت لي اللي تدفع من جيبك فأصريت أني أعرف كم قيمة القهوة وقالت بخمسة ريال قلت ما مشكلة عطيني قهوة فأخذت من عندها قهوة وشفت البنت ضحكت فرحت يعني حبيت أني أفرحها أكثر من اللازم عطيتها مبلغ بسيط طبعا استوقفني الموضوع بشكل فضيع جدا يعني إيش الوضع اللي احنا وصلنا له حتى نشوف امرأة كبيرة في السن تجلس على زاوية الشارع وتبيع شاي وقهوة أكيد مو لخمسة أو عشرة ريال الموضوع يعني صعب يعني صعب أنك تخيل أن هذه هي أمك أو أختك أو عمتك أو خالتك حيكون موضوع صعب فبعدها بيوم قلت لا خليني أشوف الموضوع عن قرب يعني فقربت من عندهم برضو وقفت سيارتي على جانب ونزلت طلبت قهوة من عندها فشفت البنت تبكي البنت الصغيرة اللي شفتها في المرة الأولى تبكي فسألتها شفيها تبكي قالت جوعانا سألت البنت أنت جوعانا قالت إيه والله جوعانا ما أكلت شيء من الصباح أنا تعلمت يعني وصل فينا الحال أن نحن نمر عند أشخاص ممكن ما فطر أو تعشى من البارح وانت تتهنى بلذيذ الأكل يعني يعني الأكل ما يخلى من البيت عندك وما يوقف قالوا خبز قالوا شاي أخذت من عندهم القهوة سلمتها مبلغ بسيط يعني على المتيسر وأنا أفكر بالموضوع إيش اللي خلاننا نوصل لهذا المستوى ممكن يكون صعب أن نحن نغير الموضوع حوالينا المجتمع بشكل عام ولكن هي لفتة جميلة جدا نصيحة لوجه الله إذا مريت في شارع ورأيت هذا المنظر من أناس ما تعرفهم هم من أي جهة جايين من الشمال من الشرق من الغرب من الوسط الله أعلم كل جهات العالم بس شفتهم يبيعون أكل بيت قلينا نقول ورق عنب مثلا محاشي سنبوسة شيء القيمات شغل بيت مستحيل هيجيبون لك حاجة من مطعم فخم أكيد من شغل بيت النصيحة لوجه الله اشتر منهم ولا تفكر وإذا طلبوا ضعف المبلغ اللي أنت راح تلاقيه أو ضعف المبلغ اللي أنت راح تشتريه من أي مطعم آخر اشتر من عندهم صدقني هم شغل بيت ولكن أكيد نضاف يعطونك من الأكل اللي هم يأكلونه ومن الشراب اللي هم يشربونه سواء كانوا شاي قهوة أكل ما راحوا يغشونك لأنهم لهم مصلحة بهذا الشيء هم جلسين على الشارع يبيعون حاجة لطيفة يعني أنت حتشتري منهم شيء ادفع لهم أكثر ادعمهم خلهم يحسون أن الناس بدأت تجاوب وياهم في خير يعني أنت ممكن مو محتاج الأكل اللي أنت تشتريها من عندهم أو الشاي أو القهوة ولكن لفتة حلوة منك أنك تدعمهم تعطيهم دعم إلى كذا الأمام أنه احنا معاكم احنا مو نسينكم خمسة ريال أو بعشرة ريال أو بأي عملة من العملات الموجودة عندكم شيء لطيف جدا يعني خصوصا في زمن اللي عنده فلوس مو قادر يعيش فكيف بأشخاص ما عندهم فلوس يعني أنا أستغرب بعض الأحيان أننا نكلف أنفسنا أموال طائلة حتى نحصى على أكل من مطعم ما ندري المطعم هذا نظيف من جوه ما ندري إيش اللي يعمل لك ما ندري عن نوعية الأكل هل هي بايتة ولا حديثة ولا إيش الموضوع فأنت تصرف على هذا النحو مع ذوات الدخل المحدود يعني هم للأسف جرع عليهم الزمن ف أحسنوا إليهم حتى لا يجري عليكم الزمن أنت بعد يعني إحنا بيجينا زمن أسود الله زمن للأسف حتى أنت ممكن اللقمة اللي أنت تكلها اليوم ما رح تلاقيها بكرة فعلى الأقل رب العالمين يعطف عليك ويحن عليك لأنك حنيت على ناس أنت تشوف من وجهة نظرك أنهم محتاجين ولكن عيب السؤال ما ترك لهم فرصة أن يمدون يدهم لك متعففين عن الطلب فأنت من وجهة من بيان الكرم منك من بيان الأخلاق منك ساعدهم ساعدهم بلي تقدر علي يعني ما أقول لك تدفع لهم مليون مثلا لا أنت منين المليون لو عندنا مليون كان وضعنا غير فأنت أعطف عليهم من القدرة اللي أنت تقدر عليها كم تقدر على ريال ريالين ثلاثة أعطيهم إذا عندك أكثر لا تقصر يعني مثلا القهوة لو كانت بخمسة ريال أعطيها عشر ريال ما فيها شيء جدا لفتة جميلة منك لأنك تدعم الفئات المسكينة يعني هم ما مدوا اليد لا أخيل نفسك أنت صعب عليك تمد إيدك لو كنت جوآن ولكن راح تعمل شيء نفس اللي هم ما عملوا تبيع شاي تبيع مثلا حاجة تبيع أمور ممكن يحتاجونها الناس تروح مثلا المراكز الكبيرة تشتري حاجات عشر ريال تبيعها بخمسة عشر تكسب منها خمسة ريال ما فيها شيء هم سهلوا عليك المهمة فقط فرب العالمين ينظر عليك بعين الرحمة في يوم أنت تحتاجه يبعد عنك لا تنسي أنها تعتبر صدقة صدقة ستجري معاك إلى نهاية حياتك وما بعد موتك يعني الصدقة ما توقف في الوقت اللي أنت يبتعد عنك ضرر أو تنزل عليك رحمة من ربك لا هي ستستمر معاك حتى بعد موتك هذه سمونا صدقة جارية يدعون لك كل ما نبت فيهم لحم من الصدقة هذه رب العالمين يدعون لك فأنت تعمل خير وعلى فكرة أنا ما سويت هالموضوع يعني على جان أستوقفكم أو أنزل دمعة منكم هي كلمة حق لا بد تنقال وأنا حبيت أني أقولها حقيقة من وجهة نظري ومن الشيء للأسف اللي أنا شفته فأتمنى تكون الرسالة وصلت وأتمنى من الجميع حقيقة أنهم بذلون قصارة جهدهم أقلها نسجوع أطفال ما لقوا اللي احنا نلقاه فخليكم كارمين معهم من دون ما تحسسونهم أنكم تعطونهم صدقة هذا حق واجب وحتى لا تقولون عني أني بدأت هذا الموضوع بنصيحة خصوصا بالقصة المؤثرة هذه اللي احنا تكلمنا عنها بشيكوا على الوصف تحت حتلاقون هدية هدية جميلة حقيقة هي عبارة عن باتل رويال بيئة لو بولي طبعا أنا عاشق من أشاق مثل ما قلت لكم الخرائط المفتوحة أو العالم المفتوح من ضمنها لو بولي ما عندي مشكلة ويا يعني بس لأني ليه أنا مركز في الفترة هذه على لو بولي أو البوليجن لأنه تجيني عروض كثيرة من أشخاص كثر خصوصا من نفس الشخص نفسه أو من بعض المطورين أنفسهم لهذه البكيجات حقيقة التي تكون في معظم الأحيان ناقصة شيء معين فيها برمجة عبارة عن خريطة معينة فأنت بإمكانك تستفيد منها عبارة عن بكيج لحرب دائرة فمعروف يعني الباتل رويال فبإمكانك أنك تستفيد هذه منها برضو في ألعاب اللو بولي تستخدم بعض الشخصيات وأتوقع أنها تحتوي على نماذج جدا جميلة من ضمنها المباني المدمرة وبرضو الأدوات من سيارات وطيارات ودبابات برضو مدمرة بسبب الحرب فبكي جميل حقيقة ستلاقونا بالوصف لمدة خمس أيام ففي معلومة فقط سريعة أن الناس اللي يسئلوني عن البكيجات اللي انتهت هذه مو مني للأسف هذه من نفس أصحابها هم يعطوني لمدة خمس أيام هي موجودة عندي طبعا ولكن ما قدر أصرف فيها إلا بإذنهم لذلك ما أقدر أني أعطيكم إياها أو أمددها إلا لما أرجع لهم وما أقدر أرجع لهم في نفس الوقت لأنه خلاص يعني أخذت الإذن منهم أول مرة فمستحيل أني أرجع لهم مرة ثانية من أجل شخص أو شخصين فرجائي الحار أنه لما أنزج البكيج مجانا استعجل بعملية تحميل خرد لك يعني البكيج هذا راح وانتهى موضوعة واللي قدر يحمل البكيج مبروك عليه واللي ما قدر ينتظر بكيج آخر بنفس الخصائص أو بخصائص ثانية فأتمنى حقيقة ومن كل قلبي أنه يكون الموضوع الأول الذي احنا تكلمنا عنه وصل إلى أذهانكم وأنكم تعتنون بهذه النقطة يعني مهما كان احنا نتكلم عن أخواننا ناس معدومين ما لقوا متعة الحياة مثل ما لقيتها أنت فلا تحرمهم من الشيء القليل وإن كان قليل فلا تنسون الشيء يكون على الهدية وسحبونها قبل انتهاء الخمس أيام ونفعلكم الطيب إن شاء الله هذا كل شيء مع السلامة